تمكن عناصر الأمن حضر الأول بأمن ولاية غردايا من الإطاحة بشبكة متكونة من خمس أشخاص تنشط في تجارة المشروبات الكحولية بشتى أنواعها دون ترخيص نتائج العملية جاءت على إثر استغلال معلومات بخصوص قيام أشخاص بنقل وبيع المشروبات الكحولية التحريات والأبحاث المعمقة بما فيها تفتيش أحد المساكن ممكن من حس كمية معتبرة تقدر بـ 10.366 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يزيد عن 15 مليون سنتيم من عائدات البيع ومركبة مستعملة في عملية النقل